في البعض الذين يؤيدون هذه الصورة من امتهان المرأة لأن طبعاً أما تكون المرأة حرة وتبيع أي جزء من أجزاء جسمها يبقى ده اسمه امتهان لها وهي أصلاً لا تملك أصلاً لا تملك نفسها ولا تملك بدناها فكيف تتصرف فيما لا تملك هذه ناحية لو أن هذا الزوج متجوز زوجتين زوج متجوز زوجتين واحدة بتنجب وواحدة ما بتنجبش فهو عايز يستخدم الرحم الزوجة التانية اللي ما بتنجبش ويهب أو يضع في رحمها قلق النطفة الملقحة يقول لك ما أنا راجل واحد وحيبقى مني واحد وبالتالي مش حيبقى فيه صور الزنا أو شبه الزنا أو أي شيء لأن دي مراتي ودي مراتي الفاتوى دي اتعرضت في مجمع الفقهي بمكة وبعد أن أجزوها راجعوا أنفسهم مرة أخرى ورفضوها رفضوها ليه؟ مش عشان مجرد أن ده نفس الزوج ودي نفس الزوجة لا هم بصوا للصورة بأكملها بأن هي صورة زي ما قلتلكم فيها امتحان للمرأة وقد تكون الزوجة التانية التي حملت هذا الجنين ترفض تماما أن تعطي ابنها التي حملته إلى درتها فيحصل مشاكل خلاص؟ طيب السؤال الثاني هل الثبوت النسب هنا حيكون يعني صافي وثابت ولا الجنين اللي في الرحم بيكتسب صفات من الأم التي حملته مبارح سألنا في الناحية الطبية بيكتسب صفات إذن مدام بيكتسب صفات يبقى فيه اختلاف في النسب وإن عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ على ثبوت النسب وإنتوا شايفين الجماعة اللي بتجوزوا عرفي وعايزين يثبتوا نسم من هذا الزواج بيعودوا بالسنين بيقولوش بقى دي إن إيه والكلام ده نعم عايزة أقولوكم كمان إن الجنين اللي في بطن المستقجرة دي اللي رحمها مستقجرة ليس له لثبوت نسب حيثبت نسبه لمن يعني حيضيع النسب أيضا ليس له مراس إلا بقى إذا كان الزوج الست ديات يكتب له مثلا هبة ولا يكتب له حاجة أو يكتب لها حاجة حاجة كده طبعا مش هيكتب له إنه هيبقى ابنه هو وليس هناك تحريم بين المستقجرة وبين أصول ابنها أو فروع ابنها اللي حملته في بطنها يعني ضياع ثم ضياع ثم ضياع نيجي بقى للرضاعة إن أولا منفعت الإجارة منفعة في تأجير المردعة منفعة مشروعة أجازتها النصوص من القرآن ومن السنة وإحنا عندنا من ضمن الأصناف المحرمات في الزواج منهن وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الحرم هنا حرمة مصاهرة وحرمة زواج لكن هل يترتب على ذلك ثبوت مرس لهم للإبن الرضيع وللأم التي أرضعت لإطلاقا هو من باب المعاونة والمساعدة بين الأمهات بعضهن مع بعض وعشان كده اللبن بينبت به بدن الجنين وهنا عارفين إن فيه اختلاف مقدار الرضعة بعض الفقاه يقول لك ولو رضعة أو رضعتين تحرم رضعة أو رضعتين تحرم طبعا البعض بيقول لك خمس رضعات مش بعضة مدام نبيلة يا معقول بقى طيب الحاجة التانية العقد بقى اللي بنكلم عليمتها على الرحم ده ده غير مشروع ونصوص تانية عنه وكل شيء منها التاني السبب التاني في الفرق أن الولد في عقد الرضاع وليد مكتمل طفل وليد مكتمل ثبت نشبه من أبويه خلاص بينما هنا في حالة الرحم جنين غير مكتمل جنين في الرحم لسه غير مكتمل تتم مراحل اجتماله داخل الرحم المستجرة شوفوا الفرق فرق كبير جدا بين الرضاع وبين الحالة اللي معنا دي آخر حالة عشان الوقت خلص الرضيع في حالة الرضاع طبعا يمكن أن يستغني عن الغذاء باللبن نأكله أي حاجة تانية لكن هل هذا الذي يدخل في رحم المرأة يستطيع أن يستغني عن غذاء اللي بياخده من الرحم طبعا أشياء كثيرة ولا نستطيع إلا أن نقول معلش هقول دعاء الله يرضى عنك الله يرضى عنك ومن ثم فإننا يجب أن نحافظ على شريعتنا وثوابتها ومصالحها وقواعدها حتى يتم الأمن والأمان بين الأفراد ولا ننسى أن الدستور المصري قرر ويقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للأحكام والأحكام